اجابات سؤال البحث عن مصير المساعدات الإنسانية التي تتبخر في اليمن في ظل اتساع دائرة الجوع والعوز تتوالى وفضائح الحوثيين وتلعبهم بالمساعدات الإنسانية كل يوم تتكشف احتيال وتلعب بمسوحات وكشوفات الجوع المستحقين وتحويل المساعدات إلى أفرادهم أو الإجار بها في الأسواق بعد إدانة برنامج الغذاء العالمي للحوثيين واتهامهم بالتلاعب بالمساعدات الغذائية في اليمن صحيفة القرديان البريطانية تكشف أن موظفي الإغاثة كانوا على علم بنهب الجماعة المسلحة وعلى رأسها ميليشيا الحوثي للمساعدات منذ أشهر الصحيفة نقلت عن مسؤولين قولهم إن الحوثيين قاموا بتحويل المساعدات إلى أماكن سيطرتهم عن طريق التلاعب بمسوحات حالة سوء التغذية التي تستخدمها الأمم المتحدة سرقة الحوثيين للمساعدات هي رأس الجليد مقارنة بما قد يكشف مع تضاعف الأسئلة حول جهود الإغاثة الدولية في بلد دمرته المجاعة حسب الغارديان تتحدث الأسيوشيتد بريس عن أدلة فوتوغرافية حصل عليها برنامج الغذاء العالمي تظهر استيلاء شاحنات لمسلحي الحوثي على الغذاء وتلاعب المسلحين بقوائم المستفيدين من المساعدات صعوبة الوصول للعديد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين دفعت بوكالة الإغاثة للاعتماد عليهم في جمع البيانات المتعلقة بالمحتاجين لكن ماذا بعد تكشف فضائح الحوثيين وتلاعبهم بالمساعدات؟ هل تغير المنظمات الإغاثية تعاملها وإجراءاتها؟ أم تستمر بالاعتماد على الوكلاء الذين يسرقون الغذاء من أفواه الجوعة؟